أكد صاحب السمو الملكي الأمير سمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حرص مملكة البحرين على تعزيز السلام ومساعد تنمية والاستقرار في المنطقة منوها بأن هذا النهج يعكس تطلعات المسيرة التنموية الشاملة بقيادته حضرته صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله معالي السيد نفتالي بينت رئيس وزراء دولة إسرائيل وذلك في إطار مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين للتغير المناخي الفين وواحد وعشرين بحضور معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة الصديقة حيث أشار سموه إلى أهمية موصلة تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات وأكد أن سموه الحرصة على موصلة العمل المشترك بين البلدين وتعزيز مجالات التعاون في ضوء توقيع إعلان تأييد السلام واتفاق مبادئ إبراهيم بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والتطلعات المنشودة ويفتح آفاقا أرحب لنمو وتطور العلاقات الثنائية ويعود بالخير والنماء على البلدين وخلال اللقاء تم استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومجالات التعاون بين البلدين وأهمية الحفاظ على البيئة وتعزيز استخدامات الطاقة النظيفة ونواسم بما توليه مملكة البحرين من أهمية لوضع الحلول المستدامة للتغير المناخي ومنها إعلان المملكة مؤخرا عن استهداف مملكة البحرين للوصول للحياج الصفري في العام الفين وستين بهدف مواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة ترجمة نانسي قنقر